ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يفهم الناس من كلمة يشري بأنها يشتري في حين أن كلمة يشري على عكس ذلك تماما فهي تعني يبيع فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام يفهم الناس من السلام هنا أي السلام وإلقاء التحية لكن معناها أن يستسلموا وينقادوا لكم طائعين وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون يفهم الناس من قائلون أي يقولون في حين أن قائلون من القيلولة وهي وقت القائلة أي منتصف النهار الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ليس المعنى من يغنوا فيها أن يصبحوا أغنياء وتكثر أموالهم لكن المعنى لم يغنوا فيها أي لم يقيموا ولم يعيشوا فيها ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات السنين يفهم منها الناس السنوات والأعوام المرتبطة بالتاريخ لكن المراد بالسنين هنا أي القحط والجدوب فمثله كمثال الكلب إن تحمل عليه يلهث يفهم الناس من تحمل عليه أي أن تضع عليه الأحمال لكن معناها أن تطرده وتسجره اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليس معنى اطرحوه أرضا أن توقعوه أرضا ولكن المعنى أن تبعدوه وتلقوه في أرض بعيدة وجاءت سيارة السيارة هنا ليست الآلة المعروفة التي نستخدمها للتنقل لكن معنى السيارة النفر من المارة المسافرين قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كلمة زعيم يفهم منها القائد أو الرئيس لكنها هنا تعني الضامن والكفيل ولا تمشي في الأرض مرحا ليس المعنى أن لا تمشي في الأرض فرحا ومسرورا لكن معناها أن لا تمشي في الأرض متكبرا ومتبخترا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ليست ينسلون هنا من النسل أي يتكاثرون ويتوالدون لكن ينسلون تعني يسرعون وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ليس المعنى هنا من رجالا بمعنى الذكور فقط عن الحج ليس لذكر فقط رجالا تعني يأتون راجلين أي مشاتا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يفهم الكثيرون من جملة واحدة أي عبارة واحدة لكن المعنى أن ينزل دفعة واحدة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وعد فرعون أن يعذب السحرة بأن يقطع أيديهم وأبجلهم من خلاف لا يعني ذلك من الخلف لكن المعنى أن يقطع اليد اليمنى للساحر ورجله اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون لسى المراد هنا الأودية المعروفة لكن في كل وادي يهيمون تعني أنهم يخوضون في كل فن من الكلام فتارة ترهم يشتمون شخصا وتارة أخرى يمدحون آخر فلما رأاها تهتز كأنها جان لا تعني كلمة جان أي الجن ولكن الجن هو نوع من الحياة يكون صغيرا وغير سام أإله مع الله بل هم قوم يعدلون لا تعني يعدلون هنا من إقامة العدل لكنها تعني يعدلون عن الحق أي يميلون عنه ويتبعون الباطل وذلك بأن يجعلوا مع الله إلها آخر وقصد فيه مشيك واغضض من صوتك لا تعني أقصد في مشيك أي حدد اتجاهك في مشيك لا ولكن المعنى أن تتوسط في مشيك أي لا يكون مشك ببطء شديد ولا بإسراع شديد ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية سخرية بضم السين يفهم منها الكثيرون السخرية والمرتبطة بالاستهزاء لكن معناها من التسخير أي أن يكون بعضهم مسخرا لبعض في المعاش ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ليس يصدون هنا بمعنى الصد أي يمنعون لكن المعنى أي يضحكون ويضجون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ليس المعنى هنا مشتقا من الشفقة والرحمة لكن مشفقين تعني خائفين من العذاب وأنه هو رب الشعر يظهن الكثيرون أن كلمة الشعر تعني الشعر أو المشاعر لكن الشعر نجم في السماء كان يعبده بعض العرب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الجوار تعني السفن التي تجري في الماء وليست جمع جارية أما الأعلام فكثير من الناس يعتقد أنها تعني الرايات لكن الأعلام تعني الجبال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليست الأسفار هنا ما يرتبط بالسفر من متاع وغير ذلك لكن الأسفار هي جمع سفر وهو الكتاب وأنه تعالى جد ربنا لسلمعنا هنا من الجد أي أبو الأبي أو أبو الأم كما أن البعض يفهم منها الجد أي الهز الذي هو عكس الهزل إنما معنى جد ربنا أي تعالت عظمة ربنا وجلاله هذا والله أعلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آيه إذا استفدت من هذا الفيديو فانشره وأرسله إلى كل من تحب فتكون بذلك قد بلغت عن نبينا الكريم خمسا وعشرون آية ترجمة نانسي قنقر